اشتركوا في القناة والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وذلك من خلال الاستعدادات الاستباقية بتوفير المضخات وتوزيع الصهاريج في مختلف المحافظات بالإضافة إلى العمل على إعادة تنظيف فتحات تصريف الأمطار للحفاظ على انسيابية تصريف المياه وتفريغ خزانات تجميع مياه الأمطار وأشر الوزير الحواج إلى المتابعة المستمرة والتنسيق القائم مع أمانة العاصمة والمجالس البلدية لتحديد الأولويات لشفط مياه الأمطار بالمواقع لضمان الحفاظ على السلامة العامة